اشتركوا في القناة والكتيبات ثم عندنا السماعات والتي تجي مثل ما نشوفه بعلبة دائرية أنيقة وكذلك شاحن الهاتف وكابل الـ USB-C للشحن وأخيراً أدابتر الـ USB-C طيب نرجع للنوبيا وعندنا من الأمام شاشة بحجم 5.5 إنش ودقة الفل إتش دي وكذلك زر الهوم مع أزرار لمسية بأسفل الواجهة ومن الخلف عندنا الكاميرا مع إطار ملون وفلاش إلي دي ومستشعر البصمة والجانب الأيمن عندنا أزرار خفض ورفع الصوت وكذلك زر البور والجانب الأيسر منفذ شرائح الاتصال والذاكرة الخارجية ومن الأعلى عندنا منفذ سماعات الهيدفون والأسفل منفذ USB-C وسماعات سبيكر والوزن عندنا 162 جرام والسمك 7.5 ميلي بالنسبة للموصفات عندنا معالج كوالكم سناب دراجون 820 ورام 4 جيجا والتخزين الداخلي 64 جيجا ويدعم الذاكرة الخارجية حتى 256 جيجا أما كاميرا الهاتف فيه بدقة 16 ميجابيكسل مع فلاش ثنائي LED وفيها أوتو فوكس ومثبت بصري وتصور فيديو بدقة 2K والأمامية بدقة 8 ميجابيكسل وتصور فيديو بدقة 1080p ولو نتكلم عن النظام في عندنا أندرويد 6.0.1 مع واجهة النوبية UI 4.0 أخيرا البطارية بالهاتف بحجم 3000 ميلي أمبير وهاتف النوبية Z11 متوفر بأكثر من لون منها الرمادي اللي معنا الآن والذهبي والفضلي وسعر الهاتف 1500 ريال ويباع في الشرق الأوسط بشكل حصري على سوق دوت كوم هذه كانت نظرتنا الأولى والسريعة على هاتف النوبية Z11 بنجرب الهاتف ونقدم لكم مراجعتنا قريب وقبل ينتهي الفيديو لا تنسوا أن ترى اشتراككم يسعدنا وتعليقاتكم تفيدنا وتهمنا وأشوفكم بإذن الله في فيديو جاي سلام